اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بنتأكد على ايضا مع الزيارة الميدانية بنأكد على العميل اماكن الوحدات الخارجية هل هو محتاجها باكسايد اوب بلدنج ولا محتاجها فيه على التوب روف على السطح ليه احنا بنحدد المكان ده عشان نشوف مسارات المواصير النحاسية المحتمدة يا حبازة لو من البداية العميل نصك معنا وزرعنا سليفات للمواصير النحاسية بنكون احنا من البداية محددين اماكن الوحدات الداخلية والخارجية طيب هل بنركب على كده وخلاص لا على الاطلاق رقم واحد لتأسيس المواصير النحاسية لابد من تحديد منسوب الجيبسون بورد ليه بنحدد الجيبسون بورد لانه بمنطهة البساطة جدا ارتفاع المكيف 35 سنتي فلو العميل هيأسس على سبيل المثال الجيبسون بورد ارتفاعه 20 سنتي يبقى 20 بلاص 35 كام 55 سنتي طيب الستاندرد بيقول المسافة ما بين اعلى المكيف والجيبسون بورد 20 سنتي يبقى احنا كده بنأسس البوكس عندنا على 75 سنتي اللي هو 30 سنتي جيبسون بورد 20 سنتي ما بين الجيبسون بورد واعلى المكيف 35 سنتي ارتفاع المكيف يبقى المعتمد عندنا 85 سنتي على حسب كلام ما قلت مسافة الجيبسون بورد كلام ما قلت مسافة المكيف فده من النقاط الجوهرية اللي لازم تعتمد بشكل كبير جدا بيتم تركيب بوكسية ايضا ليه المواصير النحاسية وايضا البوكسية دي بيكون فيها كهرابة المكيف وصرف المكيفات اللي بيتم تأسيس الصرف من قبل السباك ولكن بتوجهات مننا دايما قلت انا قبل كده وبقول هاي ايضا فهذا الفيديو اعتبرنا احنا الاردواز الفدي استشاري على السباك والكهربائي فيما يخص التكييف دورك انك تقول للسباك والكهربائي التزم بتعليمات شركة التكييف المعتمدة ودورنا احنا ندي لهم التوجهات وايضا نستلم منهم طبعا بيتم تمديد المواصير النحاسية داخل لاي فليكسيبو الجرجوري وايضا كل مصورة على حدة وايضا اعتماد ماركة التكييف ده من النقاط الجوهرية جدا لان كل ماركة وكل قدر التكييف لها اكتار مواصير نحاسية خاصة بيها بعد الانتهاء من اعمال التنفيذ في الموقع طبعا من قبل عمالة متخصصة ومدربة على اعلى مستوى وفضل الله عندنا يعني اكتر حد عندنا عنده خبرات من 7 الى 8 سنوات خبرات معانا مع الاردواز الفدي واقل حد سنة او سنتين فبفضل الله عندنا فريق عمل متكامل ينفذ العمل في الموقع على اعلى مستوى ايضا من النقاط الجوهرية اختبار المواصير النحاسية طبعا احنا بنختبر المواصير النحاسية بالنيتروجين على ضغط من 150 الى 200 بي اس اي وبنتأكد من الاختبار في نفس يوم الاختبار وايضا بنتأكد من الاختبار وقت تركيب الوحدات الداخلية والخارجية للتأكد من عدم وجود اي نسب تسريب على الاطلاق وايضا العميل لما بيحتاج المكيفات فيما بعد عندنا بندعم العميل ايضا في توريد وتركيب المكيف وتفعيل الضمان سنة على اعمال التركيبات وضمان الوكيل المعتمد على حسب كل ضمان كل وكيل على حدة وايضا دي من النقاط الجوهرية بشكل كبير جدا اللي حبينا ننوع عليها في المواصفات الفنية لتأسيس المواصير النحسية تحياتي المهندس علاء الدين الاردواز الفدي للتكليف اشتركوا في القناة